بعد طول انتظار تام أكثر من عشر سنوات شرعت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن عدل في تسوية ملفات المكتتبين لبرامج 2001-2002 والذين لم يدفعوا القسط الأول المقدر بـ 10% الواقش في العقوات المتابع قليلة مدة في الحالة لكي اشاهدتك بلا قال في وجه جليل لتحميلات أو الهاتف العقاف في اليوم تحسين تابعوا قليلة كانت بالتحميل مضحيين بالدعيش lekوغات المكتبين إلى أخر الأرض العق Atari في هذه الوكالة يكون صحيحاً ما يحتاج إلى تحديث ملفاتهم وعلى الوقت الذي كانت قد أصدرت بياناً دعت فيها المعنيين إلى احترام تاريخ الاستدعاءات المتعلقة بتحديث ملفاتهم أوضحت على لسان مديرها العام السيد إلياس بن إيدير أن الاستدعاءات ستتم وفقاً للتسلسل الزمني لإداع ملفاتهم الأولية حيثو ستستقبلوا مسالحها 400 شخص يومياً Peut-être que beaucoup de gens ne peuvent pas trouver leur numéro de code quand ils vont se connecter La démarche est la suivante On commence jour par jour à partir du 18 août 2001 Quand on terminera les souscripteurs qui ont déposé la journée du 18 août on passera au 19 août et ainsi de suite Et je lance un message à tous les souscripteurs qu'ils respectent leur rendez-vous On ne peut pas recevoir 5000 personnes a jour C'est impossible بالنسبة لسعر الشقق الذي سيتم اعتماده للذين تم استدعاؤهم أوضح المدير العام لوكالة عدل أنه سيتم احتساب السعر الجديد معتبراً أن وزارة المالية هي من لها سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات Et pour les 10% qui ont déjà payé 10% ce sont les anciens prix qui leur seront appliqués Il n'y a aucune raison qu'on leur fasse appliquer les nouveaux prix ورغم البيان الذي نشرته وكالة عدل لم يمنع بعض المحتجين ممن تجمعوا أمام مقر المديرية العامة مطالبين بتوضيحات أكثر حول سير العملية On service وفي انتظار تدسيد المشاريع السكنية المعلن عنها يبقى المواطن الجزائري يتطلع بشغف كبير لحل إحدى أعوص مشاكله الاجتماعية وهي الحصول على سكن يوفر له العيش الكريم